نجوم ونجوم 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 لا تنتهي هيجيب لك مكان منين نسر الأهلي يا أهلي 12 نجمة بدأت سنة 82 حتى توج من جديد 87 قبل أن يتوقف قليلا أخذ نفسا عميقا ودخل إلى أعماق القارة الإفريقية من ملكها أنا أنا الأهلي الجاي والحاضر اللي تاريخه مهما قضيت من عمرك ما يكفكش الأهلي اللي بدأها 82 والآن مقدرش أقول ختمها بـ 24 لأن الأهلي لا يشبع من البطولات سلسلة تاريخية من النجاحات حققها بطل دوري أبطال إفريقيا الأهلي بدأت سنة 82 على حساب أشانتي كوتوكو الغاني اللي النهاردة الترجي عادلة مسيرته على مستوى أن يوصل نهائي وما يكسبش خمس مرات فاز الأهلي 3-0 وتعادل 1-1 شكرا بطلا للقارة وكان نجم المباراتين بيبو اللي النهاردة تسلم الكأس رئيسا لدور الأبطال وبطلا مع النادي الأهلي اللقب الثاني كان قدام الهدال السوداني سنة 87-0020 اللقب الثالث لما دخلنا في الألفية الجديدة على حساب ساندونز 2001-11-30 المرة الرابعة كانت أمام النجم الساحل التونسي 2005-00 وأدي 3-0 مع ضحكات مع عودة البطل الكبير تحت قيادة جوزيه اللقب الخامس لم ينتظر كثيرا وأمام تونسي آخر رفع شادي محمد الكأس سنة 2006 في موقعة مواجهة السفاقس التونسي الشهيرة 1-1 في القاهرة ولا يهمنا 1-0 هناك في تونس اللقب السادس لم يتأخر كثيرا رفعه الأهلي أمام الأطن الكاميروني في الكاميرون وكان أحد نجوم هذا الجيل المتوج 2008 أحمد حسن اللي بنفسه كنجم أسطوري من أساطير الكرة الإفريقية نزل بالكأس إلى أرض الملعب النهاردة ليتسلمه لاعبه الأهلي 2-0 و2-2 والأهلي بطل لم يكتفي لأنه جمع ستة ألقاب أخرى ما بين 2008 والنهاردة قدام التراجي التونسي اللقب السابع سنة 2012 في قلب رادس 1-1 هنا 2-1 هناك ويلا بينا يا أبطال يدخل على السنة اللي بعدها أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 2013 تعادل 1-1 ثم فوز 2-0 عشان يروح للقب التاسع بعدها بسنوات طويلة ومش أي بطولة استحقت الانتظار استحقت جاء الكثير والكثير من المديرين الفنيين ووقفت البطولة رافضة أن تعود إلى الأهلي حتى جاء اللقب أمام الزمالك سنة 2020 بنتيجة 2-1 في استاد القاهرة رفعها الشناوي لم يكتفي الأهلي بل فتحت شهيته بوضوح بعد العودة إلى فتح خزائنه الأفريقية فحقق اللقب العاشر بعدها بأشهر في النسخة التالية أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 من بطولة نهائيها من مباراة واحدة أيضاً قبل ما ينضم إلى اللقب الحادي عشر أمام الوداد قالوا الوداد خد مننا البطولة السنة اللي فاتت بطريقة ما عجبتناش ومن مباراة من مباراة واحدة بس بينما ما كناش قدمنا ملفنا وفين الملف يا اتحاد الكورة فعاد ليتوج على حساب الوداد نفسه بنتيجة 2-1 ذهاباً في القاهرة وتعادل برأسية عبد المنعم هناك فتوج الأهلي لا يكتفي وصل للنهاء الخامس على التوالي والنهاردة توجب اللقب الرابع في آخر خمسة مواسم وعلى حساب التراجي التونسي وفي كل هذه البطولات بيبو شارك في كل البطولات